مكرا تنطلق الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول للمجموعات الأولى والتانية والتالثة والربعة وأهم المباريات بالنسبة للجماهير العربية هي مواجهة المنتخب السعودي أمام المنتخب البولندي في المجموعة الثانية والفريقين محتاجين للفوز عشان التأهل للدور الثاني من البطولة منتخب السعودية خسر أول لقائين للأسف أمام سولوفينيا وفرنسا وكان ده نفس مصير المنتخب البولندي اللي خسر نفس اللقائين وبيدخل الفريقين مباراة بكرة بدون رصيد الفائز من المباراة هيضمن التأهل للدور الثاني دي مباراة قوية جدا جدا بين الفريقين وهتقام الساعة السبعة مساء بتوقيت القاهرة بإذن الله كل التوفيق إن شاء الله للمنتخب السعودي في مباراة بكرة إن شاء الله ويقدر يفوز على منتخب هولندا ويكمل في البطولة للأسف يا مجموعة طوى قوية جدا وكنا لما شفنا المجموعات في الأول كنا عارفين إن المنتخب السعودي واقع في أقوى المجموعات ترتيب المجموعات الأربعة الأولى في البطولة بعد نهاية الجولة التانية المجموعة الأولى اسبانيا في المركز الأول برصيد أربع نقاط وفي المركز الثاني الجبل الأسود برصيد نقطتين وفي المركز الثالث منتخب إيران برصيد نقطتين في المركز الأخير منتخب شيلي بدون رصيد من النقاط المجموعة الثانية سوليفينيا في المركز الأول برصيد أربع نقاط وهو نفس رصيد فرنسا في المركز الثاني ولكن الأهداف لصالح المنتخب السوليفيني وفي المركز الثالث بولندا بدون رصيد والمركز الرابع السعودية بدون رصيد المجموعة الثالثة السويد في المركز الأول برصيد أربع نقاط وفي المركز الثاني منتخب البروزيل برصيد نقطتين وهو نفس رصيد الرأس الأخضر في المركز الثالث ولكن فارق الأهداف لصالح المنتخب البروزيلي وفي المركز الرابع والأخير أوروكوي بدون رصيد من النقاط المجموعة الرابعة الماجر في المركز الأول برصيد أربع نقاط في المركز الثاني منتخب البرتغال برصيد نقطتين وفي المركز الثالث منتخب أيسلندا برصيد نقطتين وفي المركز الرابع منتخب كوريا الجنوبية بدون نقاط مباريات بكرة بإذن الله هتشهد مواجهات الساعة 7 مساء السعودية أمام بولندا في المجموعة الثانية والبرازيل أمام الرأس الأخضر في المجموعة الثالثة في مباراة حسم الترتيب في المجموعة بعد فوس كل فريق منهم بمباراة على منتخب أورجوي وكوريا الجنوبية أمام أيسلندا في المجموعة الرابعة ودي كمان مباراة مهمة لمنتخب أيسلندا للحصول على نقطتين مهمين وفرصة أخيرة لكوريا الجنوبية الجبل الأسود أمام شيلي في المجموعة الأولى مباراة الحفاظ على المركز الثاني لمنتخب الجبل الأسود وفرصة الأخيرة لمنتخب شيلي الخسر في اللقائين لكن الجبل الأسود فاز على منتخب إيران وعايز يحسم المركز الثاني أنا بقول لكم هدف كل مباراة بالنسبة لكل المنتخبات أما مباريات اللي هتكون الساعة 9.5 هتكون مواجهات البرتغال أمام المجر في المجموعة الرابعة من أصعب مباريات بكرة والفرقين تقريبا متقربين في المستوى عندهم المجر متصدر عايز يحسم استدارة بدون هزيمة البرتغال بتمحث عن النقطة الرابعة عشان اتأهل الدور الثاني برصيد من النقاط سولفينيا كمان أمام فرنسا ضمن مباريات المجموعة الثانية مباراة أيضا قوية لحسم استدارة المجموعة خصوصا أن الفرقين بيمتلكوا أربع نقاط وسولفينيا في الصدارة بفرق الأهداف فرنسا عايزة تتأهل أول المجموعة إيران أمام إسبانيا دي ضمن مباريات المجموعة الأولى مباراة سهلة للمنتخب الإسباني اللي فاز باللقائين وعايز يأكد الفوز التالت ليه وفرص منتخب إيران في الفوز ممكن تكون صعبة بشكل كبير وكده هيتأهل كتالت المجموعة ورجوي كمان أمام السويد ضمن مباريات المجموعة التالتة السويد حقق انتصارين على وإيرجوي خسر لقائين ومباراة تأكيد صدرت المجموعة للمنتخب السويدي القوي هتكون في مواجهته أمام إيرجوي النهاردة كان في مباريات كانت الساعة سبعة مساء وخليني استعرض مع حضراتكم بعض النتائج ألمانيا مع سربيا بفوز ألمانيا 34-33 ومصر مع المغرب 30-19 مقدونيا مع هولندا 34-24 وبلجيكا مع تونس فوز بلجيكا ب31-29 ده بالنسبة لنتائج مباريات اليوم اللي انطلقت الساعة سبعة مساء وانتهت بالنتائج دي لسه مع أخبار بطولة العالم الحالية لكورة اليد والتحكيم ثناء التحكيم المصري كابتن علاء حسن وكابتن حسام اعتمد بيديروا النهاردة تاني مباراة لهم في المونزيال في مباراة قطر والجزائر ضمن مباريات المجموعة الخمسة ودي مباراة قوية وصعبة دربي عربي قوي والفريقين خسروا في أول مباراة ليهم وعايزين يعواضوا في مباراة النهاردة المباراة اللي بتتلعب دلوقتي تحت إدارة تحكيمية مصرية هي تاني مباراة للثنائي المصري في البطولة بعد إدارة مباراة إسبانيا أو تشيلي في الجولة الأول والحقيقة كابتن علاء حسن وكابتن حسام ما اعتمد قدموا مستوى ممتاز في أول مباراة ليهم ونتمنى نشوفهم مستمرين في إدارة مباريات بالبطولة إن شاء الله ومزيد من التقلق والنجاح ليهم استنائي المصري كان شارك في إدارة عدد كبير من المباريات في البطولات الدولية والقرية وتقلقوا في البطولات دي بشكل كبير جدا إن شاء الله كملوا تقلقهم في بطولة العالم الحالية وكمان إدارتهم للمباراة النهاردة تكون موفقة في دربي عربي قوي ترجمة نانسي قنصة